اعلنت لجنة الانتخابات الوطنية العامة في اثيوبيا عن نتائج الانتخابات الوطنية السادسة وجاء هذا الاعلان من قبل منطقتين اوروميا وامهرة وقالت رئيسة المجلس الادارة برتوكان ميداكسا ان مجلس الانتخاب الوطني يتوقع اجمالي 942 نتيجة مؤكدة من دوائر الانتخابية وإلى الآن وصل العدد إلى 618 واوضحت ان مجلس حصل على اكثر من 65% من الاسوات المدلابها في انتخابة العامة السادسة واعلن مجلس ايضا عن شكوى التي قدمتها الاحزاب السياسية وثم رفع الشكوى ل160 دائرة انتخابية وحوالي ثلاث حزبا قدموا شكوى كما تم ترشح الافراد ويذكروا ان مجلس يقوم بالتحكيق في الشكوى وتزلمات هذه الاطراف واعربت رئيسة المجلس الوطني لانتخابات في ايثوبيا بورتو كان ميداكسا ان مجلس الانتخاب الوطني لايثوبيا اجرى مشاورات مع حزاب السياسية واشارت على وجه الخصوص في نوع الشكوى التي تم رفعها حتى الآن فان احد الشكوى المزعومة في 160 دائرة انتخابية هي مضايق المرشحين يليح فرز متعمر لاسوات في غياب ممثل ومع ذلك فكر لاحظوا ان مجلس واجه تحديا بسبب حقيقة ان الطريقة التي يتم بها تقديم هذه الشكوى الى مجلس لم تكن منزمة وسريعة بشكل منهجه ومن المتوقع ان يرد قرار المجلس على جمع الشكوى وتذلمات في غضون يومين الى ثلاثة ايام وقالت وفقا للقانون ان يتوجه اي شخص غير راض عن قرار المجلس الى المحكمة بعد مراجعة العملية الشاملة حتى الآن لقد تم اعلان النتائج من قبل نائب الرئيس المجلس الادارة وبشت ايالة وعلى وجه الخصوص ابلغت نائب رئيس المجلس الادارة من بعض المناثق في امهر وارومي النتائج المقدمة الى مجلس الاقليمي وفي انتخابة مجلس الاقالم يمكن للناخب التصويت لاكثر من شخص واحد وفي حالة المجلس النوى بشكل عام يجب ان لا تتجاوز قيمة الاسوات في تلك الدائرة عدد المرشحين واضاف البيان انه سيواصل نشر هذه الاسوات على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الالكتروني ومن المتوقع ان يعلن مجلس عن عدد الاجمال الاسوات المدلة بها في غضون عشرة ايام واذا لزم الامر يمكن ان تمتد حتى عشرين يوما